اللي زعلان من كابتن سيد وحر حقه لكن من الأوفق له أن يناقشه بموضوعية كلام فيه أرقام كلام فيه حقائق وسيد زي عايز تحقيق العدالة أن تتوافر الإرادة في تحقيق العدالة هو أنت مش من الناس استفادت من إيجادي وإراق واستفادت من ازدحام الجدول ولقحت علي كلام إن أنا بتدلع التحاد بيدلعني قال بيدلعني وبيأجلي وبعدين بمجرد ماتش واحد يطلبوا التأجيل ويستجاب لهم طيب سيد اتكلم في حقائق أو كابتن سيد عبد حفيز اتكلم في حقائق طبعا هتفتح عليه فتوحة زمانها اشتغلت بس مجدد الموضوع يا جماعة مهور راجل اتكلم فيه نقاط وحقائق مهمة على السفريات والمباريات هقول لكم خلاصة الأرقام اللي ربما كابتن سيد عبد حفيز ما أسعفتهش إزا كده إنه يلمون كلهم على بعض عشان تشوفوا حج ما تعرض لي فريق الأهلي من ضغوط وإرهاق وسفريات طوال الموسم من أول ما بدأ الموسم من أول بداية الدورة عشان تشوفوا الناس اللي اتهمت الأهلي إنه بيغالي قوي من الشكوة من الإجهاد قد إن هي كانت فعلا ظلمة للأهلي وقد ديه كانت متحملة وقد ديه كانت مغرضة ولما حصل دلوقتي من أول لقطة من أول مباراة من أول رحلة إلحق عايزين نأجل الإجهاد التعب الزمانك بمصر مصر وكأن الأهلي فعلا زي ما سيد عبد حفيز بقول راجع من السحل الشمالي مش راجع من أفريقيا برضو الأهلي يا جماعة حتى الآن لغاية اللي لادي لغاية مباراة بيترو جيت لغاية من بداية الموسم تلاتة واربعين مباراة في كل المسابقات اللي شارك فيها حتى الآن تلاتة واربعين مباراة دوري كاس مصر في الدور اللي تلعب مع الترسانة البطولة العربية دوري أبطال أفريقيا اللي فاتت وديت لكن أول ما بدأ موسم الدور السنة دي الأهلي حتى الآن عنده تلاتة واربعين مباراة وبضدها تعرف الأشياء الزمالك المناوش المباشر المنافس التقليدي الغريم الدائم اللي لعب تلاتة واربعين مباراة الزمالك لعب ستة وثلاثين مباراة شوفوا أنتوا التلاتة واربعين ولا الستة وثلاثين مين أكتر سبع مباراة فرق طيب الستة وثلاثين مباراة بتوع الأهلي فيهم كمان ده الأهم بقى تمن عشر لقاءات خارج مصر تلاتة واربعين مباراة للأهلي فيهم عشر سفريات خارج مصر غير اللي داخل مصر عشر سفريات فيه تلاتة واربعين مباراة شوفوا السفرية بتاخد وقت قد إيه وأفريقيا طبعا بطولة عربية يمكن كان سفريت وكم واحدة داخل مصر هتفاجأ طيب الأهلي سافر عشر مرات الزمالك سافر كام ست مرات يعني الأهلي يلعب تلاتة واربعين مباراة فيهم عشر سفريات الزمالك يلعب ستة وثلاثين مباراة فيهم ست سفريات هل الستة أكبر من العشرة ولا الستة وثلاثين أكبر من التلاتة واربعين بلاش دي حتى وانت بتلعب في مصر دي دي أهم واحدة دي ها وانت بتلعب في مصر ألاقي الأهلي لعب في المباراة بتاعته تسعتاشر مباراة في القاهرة تسعتاشر مباراة من الثلاثة واربعين في القاهرة مقابل الزمالك كام تلاتة وعشر مباراة يعني تسعتاشر مباراة فقط في القاهرة للأهلي لا قول للخارج القاهرة عشان تباهل الأهلي يلعب خارج القاهرة 14 مباراة خارج القاهرة في برج العرب وفي السويس وخارج القاهرة الأهلي 14 مباراة من الثلاثة واربعين ألاقي الزمالك خرج بر القاهرة خمس مرات فقط عارف الرقم ده لي أنا أتعايز أتوقف قدامه أستاذ إبراهيم لأنه ده في الدوري ما هو اللي داخل مصر ده في النشاط المحلي فإنك أنت يتعمل نعم أنت حالاً بتلعب في أفريقيا مثلاً في برج العرب آه ما عليش حنا قلناهم دول العشرة يقابلهم تسعة العشرة اللي لعبناهم سفريات للخارجة وقابلهم ستة لزمالك ستة سفريات لخارج مصر أنت لعبتهم رايح جاي أنت بالنسبة لك لكن إنك أنت تلعب في الدوري المصري ما تسافرش خارج القاهرة غير ستة مطشاط ده كزمالك خمس مطشاط خمسة ولا ستة خمسة أربعة زاد واحد زاد واحد لا ستة الزمالك لعب ست مباريات أربع مباريات في برج العرب وواحدة في السويس طيب أنت لعبت جام بقى أنت لعبت كام أربعتاشر مباراة خارج القاهرة يعني عشرة واربعتاشر مباراة أربعة وعشرين مباراة من الثلاثة واربعين مباراة للعبته يعني مش بس لعبت عدد أكبر في وقت أقل في وقت مضغوط مخنوق لو لعيب عندك جاله أصابة يفوت منه تلات مطشاط على طول تلات مطشاط ودي حصلت في الأسبوع بتاع البطولة العربية والإفريقية والدوري اللي خسرنا فيه من ثلات مطشاط واربع اليومين اللي فاتوا في حيثيات الزمالك في طلب تأجيل وإحنا بنقول الزمالك وإحنا بنتمنى له ونتمنى للإسماعيلي كل التوفيق في المعترك الأفريقي فعلا مصر محتياجة أنه أنديتها تفضل لأبعد مدى إن شاء الله في البطولة الأفريقية خاصة قبل استضافة كاس الأمم بس اللي بيطبق الجدول لجنة اتحاد الكورة لجنة المسابقات لما الناس بدأت تتكلم على إنه إزاي الزمالك هيلعب 14 ويسافر 15 ويرجع 17 ويعني ده كده مسألة مضغوطة جدا وليه الظلم ده كله وده بيمس المصر اللي كان بيمس المصر منت اللي عملت 14 اللي كان بيمس المصر وقت ملعب المطشاط اللي أقولكو عليها بتواريخها اللي اللي لعب مع النجمة اللبناني في البطولة العربية يوم 13 أغسطس وسافر لتونس عشان يلعب التراجي 17 أغسطس 13 و17 سافر ايتين ويرجع يلعب مع وادة دجلة 21 17 و21 وهلعب مع حرص الحدود 24 21 و24 ويواجه كامبالة ستة اللي غاندي يوم 28 24 و28 يعني بيلاقي عليكم 13 17 21 24 28 وبعد كده سألوا قالك ليه الإجهاد وليه الإصابات وانتوا دي لعبة ما عرفش إيه وده معمولهم إيه الاهل اللعب مع جيمة جفارة الأسيوب يوم 14 ديسمبر ومع النجوم في الدوري 17 ديسمبر 14 و17 يعني هي تلت يوم هي نفس الرقمين بتوع الزمالك الزمالك هلعب 14 وليه لعب 17 هي لعب 14 كان المفروض يلعب 13 مع المقولين و17 في الجزائر اختريuppONG لكن ما تنساش نقطة مهم هي لعب 14 و17 مش تنساش نقطة مهم اه إن الأهل بيتجامل بذبت وننادي السلطة والناس اللي يفهمد نادي الدولة هو نادي السلطة لا يا حبيب ده حاجة وده حاجة تانية اه لا عندهم كسور في الفهم أنا نادي الدولة اللي مريح الدولة أنا اللي يساعد الدولة أنا اللي الدولة تفخر بي أنا التصرف مسؤول أنا المتصف مع أهداف الدولة فأبقى نادي زراجوا للدولة المسؤول أما نادي السلطة ده قصة تانية خالص بقى ونرجع للتاريخ يوم بيوم طيب لها للعب يوم 22 نوفمبر إلى 24 نوفمبر إلى 24 فبراير 23 مباراة في الدوري والبطولة العربية ودورة أبطال أفريق بواقع مباراة كل أربعة أيام تقريبا يعني لو لمتهم كده كمساحة زمنية هلاقي من 22 نوفمبر إلى 24 فبراير 23 مباراة في الدوري وفي البطولة العربية وفي البطولة الأفريقية يعني كل دول بواقع مباراة كل أربعة أيام رابع كل رابع يوم مش كل أربعة أيام تلات أيام وليوم الرابع ماتش تلات أيام وليوم الرابع ماتش اللي الزمالك بيتكلم عنه من مرة واحدة الأهل يعملوا بهذا الوضع المضغوط 23 مرة 23 مجاملة 23 مجاملة